دلوقتي مشاهدينا بعد مجز لهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة سادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن تزويد بلاده لإوكرانيا بالذخائر العنقودية بالأمر الصائب لافتان إلى أن كييف قدمت ضمانات مكتوبة تتعلق باستخدامها وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدرك خطر استخدام الذخائر العنقودية ولهذا السبب أجلت اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة على حد تعبيره مؤكدا أن بلاده حصلت على ضمانات من أوكرانيا بشأن استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين وأوضح أن هذه الضمانات تشمل تعهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها وبشكل لا يضر بالمدنيين هكذا النائب في مجلس الدوم الروسي عن القرم سيرجيت سيكوف أن استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب في موت جماعي للسكان المدنيين وعرب المسؤول الروسي عن أمله في أن تعمل القوات المسلحة الروسية على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكي بنتاجون أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع وأوضح وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة أنه من السابق لأوانه الحكم على سير الهجوم المضاد مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني لا يزال يختبر الخطوط والمناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف قال الرئيس التركي رجب تايب إردوان إنه يأمل أن يتم تمديد اتفاق النقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد انقضاء مدته في السابع عشر من يوليو وعقب اجتماع مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي في إسطنبول أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهود إنهاء الحرب الأوكرانية وستدعم إعادة أعمار أوكرانيا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيموية لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقعت على الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة وقال بايدن في بيان إن بلاده تعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيموية وعرب عن فخره بالخطوة معتبراً أنها تقود نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيموية على حد تعبيره أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا عزمه تقديم استقالة حكومته جراء خلافات بين أركان الاتلاف الحاكم على الإجراءات اللازمة للحد من الهجرة وقال رئيس الوزراء الهولندي أنه سيتقدم قريباً باستقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مكتمعة بعد تعذر تجاوز هذه الخلافات مؤكداً امتلاكه ما وصفه بالطاقة اللازمة للترشح لولاية خامسة على رأس الحكومة إلا أنه أكد ضرورة التمهل قبل الإقدام على هذه الخطوة اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعداداً للقاء المرتقب مع المغرب اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 جاء التدريب مراجعة للخطة المقررية أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها بعض اللاعبين هذا وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي مصر والمغرب طرفاء نهائي ثم مالي في الترتيب الثالث بعد فوزها على غينيا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل